الرمثة يقترب من لقب الدوري والوحدات يواصل المنافسة هذه الأخبار وغيرها في هذه الجولة الإخبارية الرياضية أصبح الرمثة على بعد نقطة واحدة من تحقيق لقب دور المحترفين الذي غاب عن خزائنه منذ تسعة وثلاثين عاما وذلك بعد فوزه على شباب الأردن في حين أجل الوحدات الحسمة للجولة الأخيرة بعد فوزه على سحاب بهدفين مقابل لا شيء ليصبح رصيد الوحدات أربعا وأربعين نقطة على بعد نقطتين من الرمثة هو سريك هو الخطير ينهي الأمور ويحرز تاني الأهداف ومن صراع الصدارة إلى صراع الابتعاد عن الهبوط يلتقي فريقاء الجليل ومعان بعد قليل على ملعب الأمير محمد في الزرقاء في مواجهة مصيرية لكلا الفريقين حيث يقع الجليل في المركز العاشر برصيد تسعة عشرة نقطة متقدما على معان بفارق نقطتين ومن الملاعب المحلية إلى الأوروبية تحديدا الإنجليزية يستقبل أرسنال نظيره أستون فيلا الليلة على ملعب الإمارات في مواجهة يسعى من خلالها كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تحسين ترتيبهما حيث يقع أرسنال في المركز الثاني عشر برصيد إحدى عشرة نقطة متقدما على أستون فيلا بنقطة واحدة وفي بطولة الدور الأوروبي حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع لاتسيو الإيطالي بنظيره مارسيليا الفرنسي لتمنح هذه النتيجة فريق غالاتسراي التركي صدارت المجموعة في الوقت الذي بقي لاتسيو في المركز الثاني ومارسيليا في المركز الثالث وإلى أخبار النجوم ففي مؤتمر تقديم عقده الجديد مع برشلونا كشف أنسو فاتي أنه رفض العديد من العروض المغرية لأن برشلونا كان دائما خياره الأول وأكد النجم اليافع أنه يجب أن يسلك طريقه الخاص بعد مقارنته مؤخرا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووقع فاتي على عقد جديد يربطه بالنادي الكسلوني حتى صيف العام 2027 ومن أخبار كرة القدم إلى كرة السلة تحديدا بطولة الـ NBA أحرز فريق ميامي هيت فوزا كبيرا على منافسه ملواكي باكس بنتيجة 137 نقطة مقابل 95 نقطة وظهر باكس بشكل متواضع على النقيض مما حدث في فوزه في افتتاح الموسم على بروكلين نيتز